طبعا تسلم الأياد يا شيف رولا وبنتمنى هالطبق هيك البسيط أنه ينال إعجابكم وتقدروا هيك تعملوها الأيام بعد الصيام لتحلوا فيه مع الأهوة وإن شاء الله الصيام مقبول وربنا يتقبل الطاعات وصلنا مشاهدينا لفقرة أهم ما تم تداوله صراحة الفيديو اللي اليوم كتير تم تداوله هو سائق من إربد يعني هالسائق صراحة مش عارفة أعبر وأحكي على اللي عمله يعني هو سائق تريلا تقريبا سيارة كبيرة وضخمة وكان ماشي عكس السير وبعدين فجأة رجع على مساره طبعا تم إلقاء القبض عليه وبعد متابعة هالفيديو وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه هذا استهتار بأرواح الناس واستهتار بروحه هو كمان يعني مشاهدينا ما بعرف الله الواحد صار لما يطلعوا هالشباب وهالأزواج على أشغالهم وأعمالهم صار الواحد والله يخاف يعني يشعر إنهم رايحين على معركة وأبصر يعني عن جد الواحد بيدعي بيستودعهم وبيدعي لهم لكن نتيجة هالمشاهد اللي إحنا بنشوفها وهالاستهتار من قبل بعض السائقين صار الواحد عن جد يروح ويرجعوا إيده على قلبه وخايف عليهم ما بعرف شو بيخطر لهم يعني لما بتعمل هيك عملة يعني ولا سمح الله صار إشي فلت معك البريك إجت سيارة صادفتك هاي أرواح ناس شو ذنبهم يعني أنت مستهتر بروحك والله يسامحك ويهديك والإنسان الأصل إنه يعني النفس والروح عزيزة وغالية ورب العالمين وصى الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ نفوس الآخرين فبالتالي هذا استهتار وهذا يعني خروج عن تعاليم الدين وعن أخلاق والأخلاقيات القيادة فالله يهديه ويسامحه ونتمنى فعلا إنه ما نشوف مثل هاي الممارسات على طرقنا وهاي فرصة هيك نلفت إنه دايما بيحكوا على سواءة النسوان الرجال هاي بدكم زي هيك سواءة هاي سواءة الرجال أكيد مش ست اللي بتسوق يعني فيعني إحنا بنحكي إنه الالتزام وبرضو الستات هيك كمان شوي شدوا لنا الهمة تضلكم مش تمشوا شوي شوي وتجيبوا لنا الحكي على العموم بدنا نروح مشاهدينا لسؤال صفحتنا لليوم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دل على خير فله أجر فاعليه اكتبوا لنا عمل من غير العبادات المعتادة بتقوموا فيه في هاي الأيام الفضيلة وبتحبوا تدلوا غيركم عليه ليكون لكم أجره وأجر من يقوم به أكيد مش بس بالتعليقات هاي فكرة لا تقدروا حتى على الواد استبعتوها للناس اللي بتعرفوها فاطمة سبيح ام الحسن الله يفتع عليك يا أختنا فاطمة بتقول قيام الليل لا تقفل نافذة عينيك بنومك في ساعة السحر فقم وناجي مولاك الله يبارك فيك ويتقبل يا فاطمة سارة تيسير في فكرة لطيفة حكت لي عنها بنت بيوم عرفة ناوية تعمل إفطار وتقدمه لعائلة محتاجة الله يتقبل منها ومنك يا سارة لأنك حكيتها الفكرة وإن شاء الله إليك أجر كل من يقوم بها رانيا رجب جبر الخواطر الله يجبر بخاطرك يا رانيا ويجبر خاطر كل من يجبر الخواطر أسماء جلاد الدعاء للغير بظهر الغيب نعم يعني الله يا ربي يتقبل ويدعو للناس بدون ما تحكوا لهم إنكم دعيتوا لهم الله يجزيك الخير غفران سبيح بتقول مشاريع الخيرية كالحث على المشاريع الخيرية التكافلية تشجيع الناس عليها من كفالة يتيم أو طالب علم وغيره التشجيع على الإنفاق والصدقة والبذل في سبيل الله تعالى الله يجزيك الخير يا غفران وما أحوجنا فعلا في هاي الأيام للأعمال الخيرية سامي غنايم يقول المحافظة على بر الوالدين هذه الأيام الفضيلة الاكثار من الإفطار معهما إذا كان صائمين لأن من فعل ذلك حسب الحديث فهو حاج ومعتمر ومجاهد بارك الله فيك يا أخي سامي يعني كثيرة هي الأفكار اللي إحنا ممكن نعطيها لغيرنا وإنه إحنا بنعملها ونخبر غيرنا عنها لا يعملها حتى يكون لنا أجر إنه إحنا قمنا بها وأجر إنه دلينا غيرنا ليقوم فيها فبالتالي أخدنا الأجرين والأجور في هذه الأيام مضاعفة وبنتمنى إحنا كمان ببيتكم عامر بهالأفكار بهالضيوف الحوار اللي بنحكي النصائح إنه إحنا يكون لنا إن شاء الله أجر في هذه الأيام الفضيلة وإدعو لنا كمان مشاهدين إن شاء الله لنا لكون لنا نصيب من دعائكم وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويبلغنا وإياكم يوم عرفة ويبلغنا عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير إذن مشاهدين إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا وحلقتنا لليوم من برنامج بيتكم عامر ندعو الله عز وجل أن تدوم بيوتكم عامرة بالطاعات ومواسم الطاعات وأعمال الخير والأعمال الصالحة وتقبل الله طاعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة